اشتركوا في القناة اعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة عن سعادته لما وصلت اليه بولي تيكنيك البحرين من مكانة برهنت على جدية العمل لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها في اطار مشروع تطوير التعليم والتدريب وبما يتوافق مع برنامج الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030 اذ يشكل الانسان البحرين عماد الاقتصاد والعنصر الاساس في تطوير الحراك المجتمعي والاقتصادي فخلال سنوات عشر فقط استطاعت الكلية ان تثبت من خلال البرامج التعليمية التي تقدمها ادراكها التام لاحتياجات سوق العمل في ظل ما يشهده من متغيرات وتمكنت بالتعاون مع القطع الخاص من رفض السوق بالخبرات والتخصصات المناسبة كما هيئت لخريجيها لان يكونوا رواد اعمال الناجحين وعرب سموه عن ارتياحه للنتائج التي بيانتها احصاءات الخريجين والتي تعكس اهمية البولي تيكنيك حيث حصل خمسة وثمانون بالمئة من الخريجين على عمل في اطار تخصصهم وثمانية بالمئة من الطلبة بدأوا اعمالهم التجارية خلال اربعة وعشرين شهرا من التخرج ان لم يكن اثناء دراستهم واكد سموه ان هذه الانجازات لبولي تيكنيك البحرين لا شك انها نتاج الالتزام بالتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله باعطاء التعليم كل الرعاية والاهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الموقر لمسيرة التعليم وتطوره بالمملكة واعرى بسموه بهذه المناسبة عن الشكر لسعادة وزير التربية والتعليم ولرئيس وعضاء مجلس أمناء الكلية والرئيس التنفيذي وكفة منتسبي بولي تيكنيك البحرين بين الهيئتين الأكاديمية والإدارية على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز والتمييز مباركا للخريجين والخريجات وأولياء أمورهم متمنيا لهم التوفيق في مجالات العمل وبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم وتضمن الحفل إلقاء كلمات من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين والدكتور جيف زابودسكي الرئيس التنفيذي للكلية وضيف الشرف في الحفل السيد سايمون عيسى المدير الإقليمي للحلول التعليمية لشركة ماكروسوفت في الشرق الأوسط وإفريقيا أكدوا خلالها مئة دور الكلية في تخريج جيل جديد قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في النهضة الاقتصادية لمملكة البحرين بعدها ألقى الطالب يوسف خالد العيسى كلمة نيابة عن الطالبات الخريجين ثم تم عرض فيلم وثائقي عن بولي تيكنيك البحرين وقد تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الشهادات على هذه الدفعة من الخريجين البالغ عددهم 189 خريجا وخريجة استكملوا متطلبات تخرجهم في مختلف التخصصات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن التعليم في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات سواء في التعليم أو التعليم الفني والمهني أو التعليم العالي وهذا ما تؤكد عليه التقارير الدولية هذه الكلية يوجد فيها حوالي 6 برامج أكاديمية تتفرع منها 21 برنامجا علميا أصبح اليوم خريجيها والله الحمد يتمتعون بسمعة طيبة هناك سلسلة متكاملة تبدأ من المدارس الصناعية ثم معهد التدريب ثم جامعة البحرين من خلال كلية التعليم التطبيقي ثم البولي تكنيك هذه السلسلة نسعى لتطويرها دائما وزيادة التعليم الفني ولله الحمد نجحنا أن ننقل كثير من البرامج المهنية إلى المدارس الحكومية وأيضا هناك تخصصات لطلبة والطالبات تقدم في هذه المدارس الثانوية ترجمة نانسي قنقر